إن صعود المسيح إلى السماء حيث دخل يسوع كصابق لأجلنا هذه آية في عبرانيين إصحاح 6 يعني صعد إلى السماء كصابق يعني دخل يسوع كصابق لأجلنا بتلاحظ عدة مرات كلام المسيح وهو على الأرض قال فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا في يحنى الإصحاح السادس قال أيضا أنا معكم زمانا يسيرا بعد ثم أمضي إلى الذي أرسلني يحنى إصحاح 7 ثم يقول لأني ماض إلى أبي يقول أيضا لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب يحنى 14 آية 28 وبتشوف الأمر بيتكرر في يحنى إصحاح 16 على الأقل خمس أو ست مرات في يحنى 16 لاحظ لأني ماض إلى الآب أو إلى الذي أرسلني فإذا الصعود يثبت ألوهة المسيح ولا سيما جلوسه عن يمين الآب أو يمين العظمة يعني بكلمات أخرى أي الرجوع إلى مكانه قبل التجسد تعرفوا واحدة من الآيات الجميلة في رؤية سفر الرؤية إصحاح الأول بيتكلم في آية 5 ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين وبعد يميكمله هذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض نعم آمين أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء ثم يقول أنا هو الألف والياء الأول والآخر بكمل يعني في سفر الرؤية بقول له لا تخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين ولي مفاتيح الهاوية والموت فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا وطبعا هنا لأحباء المسلمين اللي بيشاهدونا دائما بيلفظ أين قال المسيح أنا الله عبدونه هي واضحة لأنه حتى عندك في الكتابك بيتكلم الله بيتكلم أنه هو الأول والآخر في العهد القديم في نبوة إشعياء يهوى بيتكلم أنا هو الأول والآخر وهنا يسوع المسيح يقول أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وهأ أنا حي إلى أبد الآبدين ولي مفاتيح الهاوية والموت من يستطيع أن يقول أنا هو الأول والآخر من فضلك بعتلي رسالة وجاوبني على هذا الموضوع اشتركوا في القناة